استقدمت مدرسة ابتدائية بمدينة تشينداو بمقاطعة شاندونغ مدربين محترفين للرياضات الجليدية والثلجية ليساهموا في جعل الطلاب يقبلون على هذه الرياضات بشكل أكثر احترافاً وأماناً ومن أجل تحسين شعبية الرياضات الجليدية والثلجية في المدرسة أنقامت مدينة تشينداو مسابقات للتزلج على الجليد لطلاب المدارس الابتدائية والثانوية لأربع سنوات متتالية منذ عام 2018 وتم بناء 45 ملعباً للرياضات الجليدية والثلجية في مقاطعة جانكسو فيما توجد منتجعات تزلج محلية بمدينة تايهوايان وشاندجو ليستخدمها المواطنون وفي أنشطة تنظيم الرياضات الجليدية والثلجية في المدرسة بمدينة نانجين أدى فريق هوك الجليد وفريق التزلج على الجليد المكونان من التلاميذ عروضاً رائعة على الجليد على نحو أظهر حماسهم للرياضات الجليدية والثلجية وفي مدينة يتشون بمقاطعة جانكسي تم بناء منتجع للتزلج في وادي جبال الألب بارتفاع يزيد عن 1300 متر وأنشأت المدرسة الثانوية المحلية فريقاً للشباب للتزلج وعادة ما يستخدم التزلج الخطي للتدريب في المدرسة حيث يأتي إلى منتجع التزلج في الشتاء تحت إشراف مدربين محترفين لأن ثلوج نادرة ما تتساقط في جنوب صين أنا سعيدة جداً لوجودي هنا لدي حلم أكبر هو المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في المستقبل